ده أحد الأسئلة اللي الناس بتكسف تسألها وأنا فيه حاجة مطلوبة مني علشان أصرع جوازي كأنه ده رزق فيه سعي معين ممكن أعمله والحقيقة أن الموضوع ده فيه ضغط مجتمعي رهيب الدكتورة هالة حماد أحد العلماء النفس كتبة مقالة عن الضغط المجتمعي على البنات والشباب اللي ما تجوزوش والضغط على البنات بيبقى أكتر بكتير وبيقول أن المجتمع بيبص للبنات اللي ما تجوزتش بسطين بص فيها اتهام بالفشل وأنت إزاي عندك 30 سنة وما تجوزتيش فالبنت طب أعمل إيه يعني زي ما تقول لواحد وأنت إزاي ما عكش فلوس طبعا أنا بشتغل أعمل إيه رزق أنا بسعى والرزق جايدي ففيها نوع من الضغط المجتمعي الرهيب الاتهام إنك إنت ما عملتش إنجاز المرحلة اللي هو الجواز يعني بتاع العشرينات ده والنظرة التانية نظرة مؤذية أكتر وهي نظرة الشفقة اللي هو مش هنسمع أخبار حلوة بقى اللي هو يعني إيه حزنانين علشان حالك أو حالك وبتقول الدكتوران ده بيدفع البنات والشباب لحاجة من الاتنين لحالة من الإنكار على فكرة الجواز مش فارق معايا وتبدأ تتنشر الموضوع ده البنت من كتر من الناس تضغط عليها ضغط رهيب وفوش رحمة على فكرة وتبدأ تعيش حياتها بطريقة كأنها تكره الرجالة أو واحد يقول لك لانا باصل بركز في الشغل وده احتياج نفسي طبيعي جدا في سن معين إن الإنسان يرزق بشريك للحياة يشارك معاه أفراحه وأحزانه فإما يبقى فيه لا مبالاة أو يحصل اندفاع رهيب علشان أثبت للناس أنها مش فاشل فالبنت تبدأ تتنازل أو تقبل جوازات مش كويسة أو تعرض نفسها بطريقة هي نفسها تبقى بتتقطع من جوه وهنا العلماء قالوا كلام حلو جدا سواء علماء الشريع أو علماء النفس قالوا إن الوقت ده لو فيه رزق معين جي وقته وما حصلش هذا مقام تفويد يعني إيه تفويد؟ يعني الإنسان بيمارس حياته الطبيعية جدا جدا لا بينفتح زيادة ولا بيقفل زيادة الخروجات الطبيعية والعزمات الطبيعية اللي بطريقة متحفظة طبقا لأخلاقنا وعداتنا المحترمة لكنه بيفوض أمره إلى الله وأفوض أمره إلى الله عليك يا رب المضاد إن الله بصير بالعباد لها يتنازل تنازلات سيئة يدفع تمنها طول عمره ولا هيبقى عايش وهو مش فرق معاه وممكن يعمل حاجتين كمان مهمين جدا أو العلماء وصوا بيهم يعمل إيه أول حاجة يكثر من الدعاء دعوة سيدنا موسى اللي سماها العلماء في القرآن دعوة الطالب للزواج اللي هي لما سيدنا موسى كان قاعد لوحده كده وبعدين ساعد البنتين وبعد ما ساعدهم فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فلو أنت حيران أو أنت حيران أعمل إيه إدعي الدعوة دي لدعوة طالب الزواج إني لما أنزلت إلي من خير فقير حطها في السجود وبعد الصلوات والأذن بيأذن وبين الأذن والإقامة أوقات استجاب الدعاء ولا تستحي من الله أنك أنت تطلب منه حاجة ده احتياج نفسي قبل ما يكون احتياج جسدي أن يكون فيه شريك في الحياة يكمل معايا الطريق ادعي بيها لا تستحي من ربك سبحانه وتعالى وقالوا تعمل حاجة كمان لو مش عارف تعمل إيه قالك مش سيدنا النبي قال إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه قالك آه وقالك الجزاء من جنس العمل قالك آه قالك يبقى ساعد إنسانا أن يتجوز حتى لو بمبلغ بسيط جدا جدا أو حتى تجيب الوحدة صاحبتك عريس ولا أنت تساعد حد من صحابك أن يتجوز أي سعي في شيء أنت ترجو أن ربنا يكافأك عليه فلما تساهم في هذا الزواج بتكون بنية أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بهذه الخطوة في حياتك وإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه لكن أهم حاجة إن الضغط المجتمعي السخيف ما يخليكش حيران وتفقد الثقة في نفسك إن وكأنك لا تصلح إن حد يكمل معاك الحياة أو ما حدش يخترني أو تحس إن أنت ربنا مش كاتب لك التوفيق في حياتك إطلاقا مش معنى إن جيه وقت رزق فتأخر إن في حاجة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى أو إن أنت عندك أي عيب ما تخليش الضغط المجتمعي ياخدك في المنحة ده أبدا وما تحترش وفوض أمرك لربنا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد